اهلا بكم مجددا معكم نوريس عليم دون التعلم معنا وفي فيديو لهم سنتعلم كيفية انشاء جدول وهذا الفيديو طبعا اكيد ضمن سلسلة تعلم مع اسكيو المدد 5 دقائق فكيفية انشاء جدول سهل جدا لكنه قليلا طويل علينا ان نحدد حتى ننشأ اي جدول فعلينا ان نحدد الاعمدة الموجودة بهذا الجدول وكل عمود نوع البيانات التي نريد وضعها فيه يعني بكل بساطة اذا اردت مثلا على سبيل المثال اضافة عمود في جدول اضع فيه الملاحظات فيجب ان يكون احدد نوع البيانات التي اريدها ضمن عمود الملاحظات ماذا ستكون على الاغلب ستكون بيانات نصية صحيح مثلا احيانا اريد وضع تاريخ معين عمود فيه تاريخ فما نوع البيانات موجودة في هذا العمود نوعها تاريخ بكل بساطة احيانا اريد وضع علامات الطلاب ضمن عمود معين ماذا سيكون نوع البيانات رقم صحيح فإذن كيفية إنشاء الجدول بكل بساطة سأقول create table اسم الجدول وبين أقواص عادية سأكتب أسماء الأعمدة وبجانب كل منها نوع البيانات فهنا لدينا على سبيل المثال لدينا هذا المثال try yourself فنلاحظ في هذا المثال في هذا المثال create table اسم هذا table persons وفي داخله أعمدة العمود الأول هو اسمه person ID ونوع البيانات فيه end end تعني انتجر أو تعني رقم صحيح يعني واحد اثنان ثلاثة هكذا أو صفر أو سالب واحد سالب اثنين فهنا أيضا لدينا last name عمود فيه last name ونوع البيانات موجودة فيه هو var car وهنا بين أقواص مكتوب 255 معنى هذا السطر أن نوع هذا البيانات فاركار أي متغير محدود عدد محارفه والحد الأقصى لعدد محارفه هو مائتين وخمسة وخمسين يعني لا يمكن أن يكون الاسم يحتوي على أكثر من مائتين وخمسين مائتين وخمسين محرف first name أيضا نوعه فاركار متغير محدود عدد محارفه فأيضا مائتين وخمسة وخمسين أيضا لدينا العنوان عنوان هذا الشخص اسم عمود عنوان address وأيضا فاركار مائتين وخمسة وخمسين و city مدينة هذا الشخص كل نفس الشيء و لا ننسى إغلاق القوس إذا قمنا بrun query ما الذي سيحدث سيقول أنا كنت بإنشاء تغييرات على قاعدة البيانات فماذا لو أرد مثلا أن أقول هنا عفوا هنا أقول select all from persons طبعا هذا الأمر عفوا هذا الأمر select all from اسم الجدول أصبح أمر سهل جدا أن نكتبه فكل تقريبا في كل مرة نكتبه فإذا الآن قمت يقول لا يوجد أي شيء لأن هذا الجدول فارغ فحاول أدخل البيانات فيه عن طريق عبارة insert لن أقوم بذلك هنا ولكن هنا يقول أن هذا الجدول الآن فارغ ولكن سيكون بهذا الشكل سيحتوي على عمود الperson ID عمود last name first name address and city جيد فهنا يقول أنك حاول القيام بتعبئة هذا الجدول من خلال insert into تذكرون عبارة insert into أننا قمنا بوضع طبعا نحن تعلمنا هذه الجملة insert into نكتب اسم الجدول والأعمدة التي نريد إدخال البيانات فيها وثم الvalues تتذكرون فحاولوا أن تقوموا بإدخال البيانات في جدول persons الآن هنا يقول أن يمكنك انتشاء جدول باستخدام جدول آخر لا يوجد تمرين على هذا الموضوع ولكن بكل بساطة نقول create table واسم هذا table وثم نقول as وهنا نقول من أين نريد أخذ البيانات أو أن نريد أخذ structure الخاص بجدول آخر فنقول أنا select مثلا column 1 column 2 from جدول الفلاني الموجود في قاعدة البيانات وأن هنا نحدد الشرط إذا أردنا فقط مرة أخرى إذا أردنا نسخ structure أو الأعمدة الخاصة بذلك الجدول الموجود في قاعدة البيانات ولا نريد نسخ البيانات موجودة فيه فندخل هنا شرط خاطئ فنقول مثلا where 0 تساوي 1 تأكيد 0 لا تساوي 1 لن يتم نسخ أي بيانات ولكن سيتم نسخ structure ووضعه في هذا الجدول الجديد الآن هنا تمرين يقول طبعا إعادة في الإعادة الإفادة يقول أن إنشاء جدول اسمه persons بكل بساطة سنقول select اعفون خطأ create واسم الجدول نقول create table واسم الذي يحدث هنا واسم الجدول وهو persons جيد وثم نقوم بsubmit the answer فsubmit the answer هل سيأخذ وقت أيضا يقول الإجابة الصحيحة فإذا هذا كله لفيديو اليوم في الفيديو القادم سنقوم بحذف هذا الجدول لنرى كيف يبدو ذلك في الفيديو القادم إلى ذلك الوقت طمطم بخير ومع السلامة